اللي وصلت إن أوزوريو بدأ يختار اللعيبة اللي نادي كلاب أمريكا المكسيكي حيشتريها السنة الجاية هم حتى في نادي كلاب أمريكا بدأوا يتعاقدوا مع لعيبة منهم لعيب كان أوزوريو اتكلم مع الإدارة عشان يرشحوا يعني لإدارة كلاب أمريكا عشان يلعب السنة الجاية في كلاب أمريكا فهل أوزوريو وأنا أتوقع كده لو أوزوريو مش هيكمل الموسم الجاي مع الزمالك بفتكروا كلامي وأنا قلت الكلام ده حتى قبل ما أعرف إن في عروض جاية للأوزوريو للتدريب أنا أعتقد إن أوزوريو آخره مع نادي الزمالك يعني خلال أنا بقول شهر ستة ممكن كمان ما يلحقش يعني لو أوزوريو ما عملش أوزوريو ما عملش النتيجة إيجابية بكرة أمام طلاع الجيش ممكن ما نشوفش أوزوريو يعني أنا بقول إن أوزوريو ده توقعاتي توقعاتي إن لو مشي وحش مع الزمالك الفترة الجاية ممكن أوزوريو يرحل عن نادي الزمالك قبل حتى توقف الدوري إن فيه توقف للدوري من يوم 9 يونيو حتى 19 يونيو عشان الأجندة الدولية فممكن أوزوريو يرحل عن تدريب نادي الزمالك لو ما مشيش بشكل كويس لكن كتوتل أنا بقول لكم أوزوريو الفترة دي الفترة اللي جاية دي هتكون فترة الأخيرة بالنسبة له مع نادي الزمالك وأنا أعتقد إن أوزوريو ممكن الزمالك يقدام شوية يعني مش دلوقتي يكمل الموسم بمدرب مصري وأعتقد إن الكابت المتحة عبدالهادي ممكن يكون هو المدرب المصري اللي يكمل مع نادي الزمالك وخلي بالكو الزمالك عنده بطولة عربية وبطولة عربية مهمة جدا إن قيمة الجوائز المالية كبيرة جدا في البطولة العربية والزمالك حاطت هدف قدامه إن هو يعمل البطولة العربية بشكل كويس إن البطولة العربية هتبدأ يوم 23.27 أو 24.27 اللي جاي كمان حوالي شهر ونص والزمالك عايزي نفس على البطولة يعني